موسيقى يلا يا ثالث خلينا نشطين ونقرأ السؤال التالي وهو أرتب الأعداد الآتية تنازليا تنازليا يعني رح أدور على مين؟ رح أدور على الأكبر شطورين يا ثالث بحطها هيك بخط صغير هلا باجي أول خطوة شو هي يا ثالث بالمقارنة وبالترتيب ممتازين هي قراءة الأعداد يلا قرؤوا لي العداد أنا وياكم يلا يا ثالث خمسمية واحد وعشرين ممتازين يلا اقرؤوا معي هذا العداد تمانية وسبعين شطورين هذا العدد بس منزلتين معنات بقرة الأحد وورها على طول العشرات طيب نيجي هون خمسمية وخمسة وعشرين ممتازين أحسنتم يا ثالث طيب الخطوة الثانية إيش هي يا أذكياء؟ أحسنتم أني أنا لازم أعد المنازل يلا نعد المنازل واحد تنين ثلاثة يعني هون في مئات لأنهم ثلاثة طيب نعد هون واحد تنين هون بس منزلتين يعني أحد وعشرات طيب نعد هون واحد تنين ثلاثة يعني هون كم منزلة؟ يعني أحد وعشرات ومئات طيب بهاي الحالة شو منعمل يا ثالث؟ هون عندي مئات وهون عندي عشرات وهون عندي مئات إذن مين الكبيرة فيهم؟ طبعا المئات هي أكبر من العشرات إذن باجي بتطلع المئات طبعا هون عندي خمسمية وهون عندي خمسمية انتبهوا يا ثالث تركتنا العشرات ليش تركنا هذا العدد اللي فيه منزلتين؟ لأني أنا حكيت لكم قبل شوي إنه العدد اللي بيكون فيه منازل أقل بيكون هو إيش؟ بيكون هو الصغير يا حرام أما اللي بيكون عنده منازل كتير بيكون هو الكبير بيكون عضلاته كبيرة أما اللي عنده بس منزلتين بتكون عضلاته لسه إيش مالها؟ لسه عضلاته ضعيفة شوي إذن عشان هيك أنا تركته لأنه لسه إيش ماله هذا صغير وأنا بالترتيب التنازلي ما بدور على الصغير بدور على الكبير وهدول العددين هم الكبار بس أنا مش عارفة مين الكبير ليش؟ لأنه هون عندي خمسمية وهون عندي خمسمية طيب مين اللي بدها تساعدني إني أعرف مين الأكبر؟ أحسنتم لازم أروح للمنزل اللي قبلها عشان أعرف مين الأكبر طيب هون عندي اتنين وهون عندي برضو اتنين طيب يا ثالث وبعدين ما ساعدتني هاي المنزلة لأني أعرف مين الأكبر؟ شطورين لسه في عندي ضاية المنزلة واللي هي الأحد إذن بروح هون للخمسة وهون عندي للواحد طيب إذن هاي المنزلة ساعدتني إني أعرف مين الأصغر مين الأكبر؟ عفوا إذن مين الأكبر؟ الواحد ولا الخمسة؟ طبعا الخمسة إذن بشطب هذا العدد وبحطه هون أول واحد خمسمية وخمسة وعشرين طيب مين ضل عندي؟ ضل عندي خمسمية وواحد وعشرين تمانية وسبعين مين الكبير؟ طبعا الخمسمية لأنه هون في عندي تلات منازل أما هون في عندي بس منزلتين هاد عضلاته قوية هاد عضلاته ضعيف شوي إذن اللي عنده تلات منازل هو بيكون الكبير منشطبه مين ضل عندي؟ التمانية وسبعين إذن التمانية وسبعين هي أصغر عدد إذن هيك يا تالت أنا بكون رتبت الأعداد من الكبير لا لصغير تنازلي طيب نيجي هون أول خطوة نقرأ العدد يلا تمانية وسبعة بس هون عندي صفر ودايما الصفر لا يقرأ مية وسبعة وثلاثين أحسن تم تسعمية وثنين وسبعين شطورين ممتازين يا تالت طيب نيجي نقارن يلا نبلش مقارنة طبعا لما ببلش مقارنة لازم أعد المنازل يلا واحد تنين ثلاث واحد تنين ثلاث واحد تنين ثلاث ممتازين إذن كل هاي الأعداد هي تلت منازل إذن كلها فيها ميئات طيب كيف دي أعرف من الكبير ممتازين بروح بقارن الميئات يلا نقارن الميئات هون عندي تمانية هون عندي مية وهون عندي تسعمية إذن مين الأكبر التمانمية ولا المية ولا التسعمية التسعمية إذن بشتبها وبحطها أول رقم طيب نيجي شو ضل عندي ضل عندي تمانية ومية مين الأكبر طبعا التمانمية بشتبها وبحطها أول رقم مين ضل عندي المية وسبعة وثلاثين أحسنتم هي الأصغر إذن أنا هيك بكون رتبت تنازليا من الكبير لالصغير إذن أعزائي الطلاب طلاب الصف الثالث الأبطال هاي حصتنا لهذا اليوم حلينا هدول الأربع أسئلة لازم ننقلهم على كتبنا الإجابات الصحيحة هاي لازم ننقلها على كتابنا وبالحصة القادمة منكمل باقي الأسئلة شكراً لكم يا تالت ألقاكم على خير في الحصة القادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر